وقعت المملكة المغربية والمملكة البلجيكية بيررباط اتفاقية خاصة تروم دعم المصالح الأمنية من أجل مكافحة العنف ضد النساء وتروم هذه الاتفاقية تحقيق أربعة أهداف متداخلة تهم تعزيز عمليات التحسيس والتوعية من طرف الأجهزة الأمنية لفائدة النساء ضحايا العنف من أجل تكفل أفضل وتقوية قدرات الأجهزة الأمنية للرفع من فعالية الاستجابة وتتبع التكفل بالنساء والفتايات ضحايا العنف وكذا استثمار جهود مختلف المتدخلين في التكفل بالضحايا إن الهدف من الشراكة التي عقدناها اليوم يتمثل بفضل وكالتنا للتنمية إنابيل في دعم قدرات الأمن بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملاكي وذلك بشراكة مع الشرطة المندمجة في بلجيكا بهدف تجويد التكفل بالنساء ضحايا العنف وذلك باتباع مقاربة تشاركية وشمولية وتندرج الاتفاقية التي تم التوقع عليها بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمة بالخارج والاقتصاد والمالية ومصالح الدرك الملاكي والمديرية العامة للأمن الوطني وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة ووكالة التنمية البلجيكية تندرج في إطار توطيد الشراكة بين المغرب وبلجيكا من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون